اه اسمحوا لينا ابدأ سؤال يمكن مختلف شروعاتين ثلاثة ولانه هو لسان حال ناس كتيرة جدا لما نيجي نتكلم على موضوع مهم زي القطط والكلاب زي ما احنا بنراعي القطط والكلاب هل احنا بقى كفينا ووفينا واجباتنا تجاه الانسان الكلاب ما بتعرفش تقول ان هي جعانة والقطط ما بيعافوش يقوله برضو في ناس ما بتعرفش تقول ان هي جعانة عزت نفسها وكرامتها بتمنعها ممكن تموت مجوع حرفيا من غير ما تتكلم فالحنا خلصنا مسئولتنا تجاه الانسان فالنهاردة بنتجه للقطط والكلاب ممكن ناخد اجابتكم انتو الاثنين نبدأ بمنا وبعد كده دخل انت ابدأ خلاني مسألة ان انا ارفق بالانسان وان انا مثلا انا صانع محتوى يخص الحيوان فانا بطلع اقدم رسالة تخص الحيوان ولكن الرفق بالانسان ده الاهم طبع ان انت المفروض لو شفت انسان محتاج لازم تساعده فعشان تساعده انت شفت بعينك وعينك جات عليه لازم تقدم له احسن ما عندك او على قد ما بتقدر او على قد امكانياتك على قد المستوى المادي اللي انت ماشي به فالنهاردة مثلا انا شفت انسان محتاج قدمت له مساعدة احسن ما انا ما هاكلها لازم اقدمها له رسالتي انا للحيوان لما بقول مثلا للناس او لما بوصى رسالة للناس كده كده بوايا اكل بيتك انت هترميها في الزبالة لأ بوايا اكل بيتك بدلا ما ترميها في الزبالة انت مش هينفع تديها الانسان صح ولا لا اه فمش هديها الانسان هروح هديها الحيوان هي بالنسبة للحيوان حاجة كبيرة جدا حاجة عظيمة جدا تماما الانسان يستحق اللي انت بتاكله مش الزبالة بتاعت البيت اسمح لي كمان المية اه مية ام واللي شرب مية دخلت جنة اه بس يعني مية هتتاخد من مية مين دي مية فيه حاجة كمان الانسان المحتاج اللي هو نايم على رصيف ضايع خالص ده لو لقيته بس اتركزت معاها مسلا عمدال اليوم هتلاقي الكلب بيجي يقعد جنبه بيقسم اللقمة معاها حتى ولو كانت بسيطة صح تأكدي ميليون في المية ان لو شاف انسان محتاج هيساعده في حدود امكانياته فالرحمة متتجزقش يعني بس والفرق كمان ان احنا لما بنصور الحيوانات وبننشر الرفق بالحيوان ده لان ثقافة الرحمة بالحيوان عندنا مش منتشرة قوي لكن انا لو ساعدت انسان هينفع صوره اقولوا استنى امسك بقى الساندويتش كده علشان اصورك اكيد مش هعمل كده فاحنا الفيديوهات اللي بنصورها والتوعية اللي بنعملها بنعملها في حاجة والردي عندنا نقص فيها لكن الرحمة بالانسان مش هنقدر ان احنا حفاظا على كرامته مش هنقدر ان احنا نصوره صح فالرحمة بتتجزقش صح كمان انا في المحتوى بتاعكم انتو مش بس بتشجعوا الناس ان هم يدول الكلاب والقطة مية ويأكلوهم وكده انا شفت عندك وعند مالك كمان سيبوهم في حالهم هو مش طالب حاجة غير ان انت تسيبه في حاله فعشان الناس اللي بتسم الكلاب والناس اللي بتضربهم والناس اللي بدأتوا تاخدوا الاتجاه ده كمان في